طيب دي كانت أخبار النادي الأهلي والاستعداد للمرحلة القادمة ومباراة نادي الإسماعيلي لكن عندنا أخبار محلية والأخبار المحلية مهمة جدا لنا بتتعلق باستعداد مصر لتنظيم كأس الأمم الإفريقية إن شاء الله في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو النهاردة وزير الرياضة استقبل رئيس التحاد كرة القدم والجهاز الفني لمنتخب مصر استقبل الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة المهندس هاني أبو ريدا يرافقه المكسيكي خفير أجيري المدير الفني لمنتخب الوطن وإيهاب لهيطة مدير المنتخب تناول اللقاء مناقشة استعدادات وتجهيزات المنتخب المصري لبطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة وخلال اللقاء أكد وزير الرياضة أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لم ولن تتدخر الجهد في توفير كافة متطلبات المنتخب من دعم ومسندة لتحقيق هذه البطولة التي ينتظرها الملايين خلال الفترة القادمة أضاف وزير الشباب والرياضة أن المنتخب المصري يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين سواء في الدور المحلي أو حتى المحترفين بالخارج مضيفا إلى أنهم قادرون بإذن الله بخبراتهم المتنوعة على تحقيق كأس البطولة اللي المرة التمنى في تاريخ المنتخب الوطني ده في إطار الاستعداد الفني لكن أيضا في إطار إداري وإطار تجهيز للبطولة على المستوى الإداري يمكن النهاردة كان فيه جولة تفقدية بإستاذ القاهرة الدولي وفي السياقة متصل يمكن استحب الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة المهندس هاني أبو ريدا رئيس اتحاد الكرة وخفير أجيري أيضا المدير الفني لمنتخبنا الوطن وبحضور اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية مصر عام 2019 في جولة لتفقد الإنشاءات الجارية بإستاذ القاهرة الدولي للتعرف عن قرب على حجم الأعمال والإنجازات التي تم تنفذها بالإستاذ وشملت الجولة تفقد بوابات دخول الجماهير والمدرجات والمقصورة الرئيسية وقاعات استقبال كبار الزوار والأماكن المخصصة للإعلاميين وقاعة المؤتمرات وأنظمة الإضاءة للشاشات وغرف تغيير ملابس اللعبين وأرضية الملعب كل هذه الإنشاءات بيتم تجهزها من أول وجديد هنشوف إستاذ القاهرة شكل تاني خالص إن شاء الله خلال كأس الأمم الصورة اللي كان عليها الإستاذ قبل كده هتكون حاجة تانية خالص بعد كده وإن شاء الله متفائل وعندي إحساس إن احنا هنشوف بطولة إفريقية بنكهة عالمية الناس كلها وكل الوفود الإفريقية وكل الوفود العربية حارسين على الحضور إن شاء الله في مصر خلال الشهر القادم في صيف عام 2019 عشان يحضروا هذه البطولة والبطولة إن شاء الله هيكون فيها نكهة عالمية كده هتكون قريبة إن شاء الله وأفضل بإذن الله من منديالا روسيا عام 2018 في نهاية الجولة أكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة إن شاء الله عازمة على أن يكون تنظيم مصر لهذه البطولة الأفضل عبر تاريخ البطولات ليكون التنظيم للبطولة بمثابة رسالة للعالم بأن مصر إن شاء الله تستطيع وقادرة على استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية اللجنة المنظمة أيضا النهاردة زارت استاد الإسماعيلية الرياضي من أجل الوقوف على آخر تجهيزات الملعب استعدادا للبطولة القرية حيث يصدف الاستاد المجموعة الخمسة بالبطولة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية كان على رأس الوفد النهاردة في هذه الزيارة وما هو أيضا دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني أبريدة واللجنة المنظمة ومحمد فرد المدير اللجنة وتابع الجميع سير العمل باستاد الإسماعيلية أمم أفريقي 2019 حد أقصى من التذاكر لكل مشجع كنا نعرفين أن الفترة الحالية في فان أيدي تم تخصيصه الجماهير عبر موقع التذاكر بيتم الحجز من خلاله تحجز الفان أيدي ومن خلال الفان أيدي تقدر تحجز تسكرتك لبطولة الأمم الأفريقية لكن في حد أقصى حديدته اللجنة المنظمة هو خمس تذاكر لكل مشجع كحد أقصى من المتوقع إن شاء الله خلال الفترة قادمة أن تشهد البطولة إقبال كسيف بالنظر إلى أعداد المتقدمين لإصدار بطاقات المشجعين فكرة الفان أيدي وهي فكرة يعني مستوحى ومن كأس العالم الأخير في روسيا عام 2018 فكرة بتساعد بشكل كبير جدا يعني أنك الشخص اللي يحجز التسكرة بتكون عارف كل بياناته ومتطمن على كل الناس اللي حضر المباريات وهي جزئية مهمة جدا إن شاء الله بإذن الله إذا نجحت بشكل كبير في بطولة الأمم إن شاء الله بإذن الله ممكن يتم تطبيقها على مباريات الدوريات الدوري المحلي والبطولات المحلية والإفريقية في مصر خلال الفترة القادمة عشان تساعد على فكرة حضور الجماهير يا رب إن شاء الله بأس الأمم اللجنة المنظمة زي بكلنا عارفين قررت تخفيض أسعار التذاكر حضور مباريات الدرجة الثالثة خلال الدور الأول بالنسبة لمباريات تمصر إلى 150 جنيه بدلا من 200 جنيه طيب خبر آخر لكن متعلق بالتحاد القرى الطائرة وهو منتخب الطائرة يتوجه إلى كينيا يوم 1 يونيو للمشاركة في التصفيات الإفريقية أكد أحمد عبدالدائم المدير التنفيذ للتحاد القرى الطائرة وقائم بأعمال الرئيس على توجه بحسة المنتخب الأول رجال إلى كينيا يوم 1 يونيو القادم بيشارك منتخب الطائرة في التصفيات الإفريقية المقرر انطلاقها إن شاء الله يوم 3 يونيو القادم والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب أغسطس 2019 بيقود المنتخب فنان المدير الفن الهولندي الجديد جيدو فرمولين ومعه المدرب المصري وائل العادي خبر آخر متعلق بالملاكمة بيطلق دعواتين للمشاركة في بطولة كازاخستان وروسيا الدولية وصافرة مصرية تدير كلاسيكو تونس بين الصفاقسي والنجم الساحلي نهاردة الاتحاد التونسي لقرة القادم عن طريق ربطة المحترفين أعلنت عن طغعيين نطاق تحكيم مصري لإدارة مباراة الكلاسيكو التي تجمع بين نادية الصفاقسي والنجم الساحلي الأربعاء المقبل بملعب الطيب المهيري دمنه منافسات الجولة الثلاثة وعشرين للدوري العام الطب يتكون من محمد عادل حكم صفارة رفقت المساعدين تحسين أبو السادات وأحمد علي بجانب الحكم الرابع وليد محمد يمكن المباراة الأخيرة برضو كانت مباراة الترجي والنجم الساحلي كانت بقيادة وتحكمية صفرة مصرية وممكن خلال الفترة الأخيرة شايفين فيه تبادل دائما في موضوع الحكام ما بين اتحادات شمال إفريقيا فالاتحاد التونسي بيستعين بيئة الحكام المصريين خلال الفترة الأخيرة وسبعا لمصر بعد كده ان استعانت بحكام توانسة كان أبرزهم صادق ألا السلمي الكرة التونسية بتستعد أيضا كمان لختم الدوري ممكن الجولة القادمة هي جولة رقم 23 والدوري هناك في تونس متوقع عليه بالزبط سلاسة جولات بيسعب شكل كبير إلى نهاء مسابقة الدوري التونسي قبل كأس الأمم خلال الفترة القادمة لكن في الجولة العالمية جولة العالمية يمكن محمد صلاح خارج قائمة أسرى عشر لعبين بيئة دوري الإنجليزي كلنا في الفترة الأخيرة متبعين الدوري الإنجليزي وفي مباريات الفربول وكلنا عندنا إحساس أن محمد صلاح من أبرز اللعبين ويمكن يكاد يكون أسرعهم في مسابقة الدوري الإنجليزي لكن بعد نهاية الدوري الإنجليزي الممتازة لأسبوع الماضي تم الكشف عن لايحة نهائية لللاعبين الأسرع في الدوري وفقا للسرعة القصوى التي بلغها كل منهم دمت القائمة بعض المفاجآت خاصة بوجود بعض اللاعبين المغمورين في القائمة التي اعتمدت على السرعة القصوى التي بلغها كل لاعب خلال هذا الموسم وفقا لصحيف التأميرور البريطانية لم تضم قائمة العشر الأول لنجم المصر بحمد صلاح والذي جاء في المركز الحادي عشر بسرعة قصوى بلغت 34.9 كيلو متر في الساعة يمكن السرعة دي بتحتسب بعد كل مباراة الاتحاد الإنجليزي أو الربطة هناك بتحدد بعد كل مباراة سرعة كل لاعب في المباراة يعني عمل كم كيلو في المباراة جيري قد إيه فبعد قياس كل السرعات وضرب المتوسط بالنسبة لكل اللاعبين بيديك في النهاية أسرع عشر لاعبين محمد صلاح جيه في المركز الحداشر بسرعة 34 كيلو متر في الساعة من المفاجآت تفوق المهاجم البلجيكي ديفك أوريجي على زميله في ليفربول محمد صلاح حيث وصل أوريجي لسرعة 35 كيلو في الساعة والتي وضعته في المركز السامن لأسرع اللاعبين في البريمير ليج تضم قائمة أسرع خمس لاعبين بالدور الإنجليزي كل من فوسم ينساء لاعب فولهم وهو اللاعب الهولندي بسرعة 35 كيلو وثلاثة من عشر كايل وقر لاعب منشستر سيتي جاء في المركز اللساني 35 واثنين من عشر كيلو متر في الساعة روبين فينجري لاعب ويلفر هامبترون في المركز السالس يمكن وصل لسرعة 35 كيلو متر واثنين من عشر وعلى فكرة يمكن هذا اللاعب لم يشارك سوى في 18 مباراة فقط من كل مباراة الدورية الإنجليزي في المركز الرابع لريو ساني لعب منشستر سيتي يمكن ساني قدم موسم جايد جدا مع منشستر سيتي لكن بلغت سرعاته القصوى 35 كيلو متر وواحد من عشر في المركز الرابع في المركز الخامس دي أندريا دين نيو كاسل جاء الظاهير الأمريكي دي أندريا نجيزي في المركز الخامس بسرعة بلغت 35 كيلو متر في الساعة طيب خبر آخر متعلق بليفربول وهو بيعلن عن تعديلات جديدة في لوائح اليويفا قبل نهائي دوري أبطال أوروبا النهاء إن شاء الله يوم واحد يونيو القادم إن شاء الله مباراة كميرة جدا يوم واحد يونيو هتجمع ليفربول أمام نادي توتنهام هي مباراة ليست في دوري الإنجليزي دوري البريمير ليج لكن هي مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ليفربول بيصل إلى النهاء للعام اللساني على التوالي لكن العام الماضي خسر أمام ريال مدريد لكن المرة ديربي ومباراة كبيرة أمام نادي توتنهام ذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن مقاعد بودلاء الرز ستضم 12 لعب بزيادة 5 لعبين على العدد المسموح له في البطولات بشكل عام دفع موقع نادي ليفربول أن لويفا سيمنح ليفربول وتوتنهام تبديل رابع حال وصول المباراة للأوقات الإضافية الإكسترا تايم يمكن أن دي تعديلات حصلت على المباراة النهائية وقحها أو أقرها الاتحاد الأوروبي لقرة القدم ليفا طبيعي أن المباراة الأندية في البطولات الأوروبية بيبقى في دكة البودلاء فيها سبع لعبين لكن في البطولات المجمعة زي كأس العالم الأخير في روسيا دكة البودلاء بتكون الـ 12 لعب المتباقيين من قائمة الـ 23 المشاركة الكل منتخب في كأس العالم وبالتالي في نهاية دورة أبطال أوروبا القادم سيكون هناك 12 لعب على دكة البودلاء الثلاثة التغييرات الأسسية ستكون خلال 90 دقيقة الوقت الأصل للمباراة إذا تم الاحتكام إلى الإكسترا تايم في حال تعادل الفريقين هنا الاتحاد الأوروبي من خلال قراراته سمح لكلا الفريقين أن يستعين بتبديل رابع في الوقت الإضافي طبعا نتيجة الموسم طويل وزحمة الأجندة الدولية والمباراة ففي فرصة للعبين زي ما كان فيه قرار قبل كده بأن درجة الحرارة لو عالية أو الرطوبة عالية بيتم إيقاف المباراة حوالي 5 دقيقة للتقاط الأنفاس لكل الفريقين هي عموما تعديلات عشان تحسن من أداء الفريقين في المباراة الكبيرة ومباراة نهاية دورة أبطال أوروبا لا تقل أهمية حتى عن مباراة نهائي كأس العالم استعدادا لنهاية شامبونز ليجا معسكر مغلق لليفربول في أسبانيا بقيادة محمد صلاح يرجون كلوب المدير الفني لنادي ليفربول قرر نقل الفريق لمعسكر تدريبي في أسبانيا لمدة أسبوع استعدادا لمواجهة توتنهام في نهاية دورة أبطال أوروبا دمت قائمة ليفربول لكل من أرنولد، أليسون بيكر، بروستر، فابينيو، فرمينيو، جوميس هندرسون، جون سيكيتا، كيلير، لالانا، لوفرين، ساديو ماني، ماتيب، مينيوليه، مينر، مورينيو، أوريجي، أوكسترد، شامبرلين، روبرتسون، محمد صلاح، شاكيري، ستوريج، فيرجل فاندايك، فينالدوم، ووودبرون يسعى الجهاز الفاني ليفربول لتحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة توتنهام التي يسعى خلالها للفوز بهذه البطولة بعد غياف فترة طويلة جدا لنادي ليفربول عن التتويج به البطوات الأوروبية ما يقرب من حوالي 13 أو 14 سنة آخر مرة ليفربول فاز بدور أبطال أوروبا كان أعتقد عام 2005 لأن ساعتها ليفربول تأهل لكاس العام الأندية عام 2005 وكان ساعتها الأهلي هو بطل إفريقيا والاتنين كانوا موجودين في بطولة العام الأندية لكن كان ده آخر فوز لنادي ليفربول بدور أبطال أوروبا ودي تشكيلة فريق ليفربول في المباريات الأخيرة في الدوري الإنجليزي ممكن بدون حتى فرمينيو لأنه كان خلال الفترة الأخيرة كان عنده إصابة فبالتالي ما كانش بتواجد فيه التشكيلة الأساسية طيب نادي يوفينتوس الإيطالي أعلن رحيل مدربه ماسي مليانو أليجري دمن صفوف عن صفوف السيدة العجوز عاقب نهاية الموسم الجاري وهناك مفاوضات مع أنشلوتي وجوزي ميرينيو خلال الفترة القادمة ويمكن كريستيانو منالدو قال أن أنشلوتي وميرينيو هم الأفضل لليوفي وكنت لا يصلح للتدريب يمكن نادي يوفينتوس كان أعلن رحيل خلاص مدربه خلال الموسم الحالي بعد نهاية الدوري لكن كريستيانو رونالدو وضع الإدارة في مأزق بعدما أبدأ في تصراحات رفضه لعودة المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي لتدريب السيدة العجوز خلفا للمدرب ماسي مليانو أليجري الذي أعلن رحيله عاقب نهاية الموسم الحالي أكدت صحيفة كاليتشو مريقاتو الإيطالية أن كريستيانو رونالدو طلب من إدارة اليوفي التعاقد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشلوتي الذي سبق له تدريب اللاعب في نادي ريال مدريد وحقق معه لقب دوري أبطال أوروبا وذكرت أيضا صحيفة توتو سبورت أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفينتوس يرغب في تولو مواطنه جيزي مورينيو منصب المدير الفني لأليوفي خلفا لأليجري وسبق لمورينيو أن درب كريستيانو في ريال مدريد الأسباني كما يشترك السنائي في نفس وكيل الأعمال وهو خرخو منديز قصة كده دخل فيها وكيل أعمال كريستيانو هو نفس وكيل أعمال أنشلوتي ونفس وكيل أعمال جيزي مورينيو لكن نشوف خلال الأيام القادمة أو الساعات القادمة قرارات إدارة اليوفي من الهيقود فريق السيدة العجوز خلال الموسم القادم بعد تحقيق السنائي الدوري الإطالي لكن خسارة دوري أبطال أوروبا فتحت ملف المدير الفني اللي هيقود الفريق خلال الفترة القادمة وبالتالي أعلن نادي اليوفي رحيل المدير الفني مالسي مليانو أليجري عن صفوف السيدة العجوز بعد نهاية الموسم الحالي